عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف غير المخططة والواقع على الطريق الدائرية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا بد من العمل على القضاء على المواقف غير المخططة بمسار الطريق الدائري بكل حزم مشيرا أنه سيتم منع هذه الظاهرة غير المقبولة من خلال تحديد أماكن لمواقف سيارات الميكروباس أسفل الطريق الدائري كما كلف مدبولي بوضع تصور سريا لزراعة وتشجيل الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائرية وبدء تنفيذ ذلك على الفورة وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجيل المعنية بزراعة مئات مليون شجرة بحث وزير الكهرباء محمد شاكر مع سفيرة سلوفينيا بالقاهرة فرص الاستثمار المتبادر في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهايدروجين الأخضر وأكد وزير الكهرباء اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في هذه المشروعات بحث وزير البترول طارق الملمع إحدى الشركات اليابانية رائدة فرص التعاون لإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصر وأكد وزير البترول أهمية إجراء المزيد من الدراسات خلال الفترة المقبلة بهدف الوقوف على جدوى المشروع وتوفير سبل النجاح تفقد محافظة القاهرة خالد عبد العال أعمل تطوير منطقة شق التعبان لصناعة الرخام والجرانيت والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية وعمل مدخل يليق بالمنطقة وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة وأشار محافظة القاهرة لأن المحافظة تعمل على تطول المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق وتمهيد الطرق الداخلية بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات ودخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمية للدولة نتحول إلى أسواق المال حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعملات وسط عمليات شراء موسعة من قبل المستثمرين المصريين والعرب وارتفع رأس المال السوقي بنحو ملياري وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى ستمائة وستين مليار وتسعمائة وثمانين مليون جنيه وذلك وسط دولات كلية بلغت نحو ستة مليارات جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى تسعة ألاف وتسعمائة وأربعة وثمانين نقطة وأغلق عند تسعة ألاف وتسعمائة واربعة عشر نقطة متراجعا بنسبة سبعة من عشر بالمئة أما الارتفاعات فكانت من نصيب مؤشر EGX70 والذي فتحها عند ألفين ومئة وتسعة وعشرين نقطة وأغلق عند ألفين ومئة وثلاثين نقطة مرتفعا بنسبة ستة من مئة بالمئة وقد تراجع مؤشر EGX100 والذي تراجع بنسبة خمسة وعشرين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف وثمانية وأربعين نقطة نتحول إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي تسعة عشر جنيها وتسعة قروش للشراء وتسعة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا للباية اليورو تسعة عشر جنيها وستة وأربعين قرشا للشراء وتسعة عشر جنيها وأربعة وخمسين قرشا للباية في حين سجل الجنيه الاستليني 23 جنيها وسبعة كروش للشراء وثلاثة وعشر جنيها وسبعة عشر قرشا للباية وأمام العملات العربية سجل الدرهم الإماراتية خمسة جنيهات وتسعة عشر قرشا للشراء وخمسة جنيهات واثنين وعشرين قرشا للباية الريال السعودي سجل 5 جنيهات و 8 كروش للشراء و 5 جنيهات و 10 كروش للبيع في الأسواق الأمريكية فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع وذلك على غرار الأسواق العالمية بعد بيانات ضعيفة من الصين أثارت مخاوف من تباطل الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وعبط المؤشر داوزونس صناعي عند الفتحة بنسبة 15% من 100% كما فتح المؤشر ستاندر أند بورد 500 على تراجع بنسبة 25% كما هبط المؤشر نزداك المجمع بنسبة 39% نهاية أخبار الاقتصاد وعودة ليوسف ونوها شكرا لك مرحبات